السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا التقويم الفص السادس من كتاب أول ثانوي أحياء قبل ما أبلش الفيديو لا تنسوا تشتركون في القناة عشان يصلكم كل جديد أول شي عندنا الغطاء الخارجي الصلب الذي يشكل دعامة ما هو الغشاء الخارجي الصلب الذي يشكل الدعامة وهو الهيكل الخارجي كيس ذو طبقتين بفتحة واحدة في أحد الطرفين دون ما تكمل عندنا كيس إذن تعرفين إن هي الجاسترولة الحيوان الذي ينتج كل من البويضة والحيوان المنوي حكينا عنها سابقا وهي الخنثة عندنا هنا وتعرفنا على هذا الشكل وهي جاسترولة الحين منشوف ما مرحلة هذا الجنين في تكوين جنيني إذن عرفنا إنها جاسترولة أي مما يأتي لا يوجد في الهيكل الخارجي وهو السيليكة وهنا عندنا إجابات مفتوحة الحين عندنا هنا ثانوية الفم نكمل هنا عندنا مخطط بناء على مخطط العلاقات التركيبية التصنيفية السابق أي الجمل الآتية صحيحة تقسيم يأتي بعد تناظر جانبه الصحيحة عندنا هنا بناء على المخطط أيضا على المخطط العلاقات التركيبية التصنيفية أي الحيوانة الآتية تعود أكثر قرابة وصلة هنا نشوف الددان الحلقية والددان الشوكية لا هنا لا وهنا لا إذن الحلقية والرخويات أي هنا عندنا هذه نشوف يدول موقع الطبقة الوسطى الميزودرم في الجنين على أن الفم ينمو من فتحة الجاسترولا من تكوين تجويف جسمي مزايا تكيفية في كل مما عدا مما يأتي مع عدا الحركة بناء على مخطط العلاقات التركيبية التصنيفية 6-8 هذا أي صفات الآتية توجد في الديدان الحلقية ولا توجد في الديدان المفلطحة إذن حين ندور على صفة موجودة في الديدان الحلقية وغير موجودة في الديدان المفلطحة وهي تجويف جسمي حقيقي وبداية الفم والتقسيم ماذا يسمى سطح السفلي الفاتح اللون في الضفضة وهو بطني؟ هنا عندنا خلية لاسعة كيس خيتي لاسع واللاسعات شوكيات ليش؟ إنها شوكيات تركيب وهنا نفس الشيخ خيتي لاسع لأنها تركيب في اللاسعات أما الباقي مفردات تبادل الأجيال البوليبي الإسفنج هنا الإسفنج لأنها تركيب موجود في الإسفنجيات أما الآخرين الأخرى منها اللاسعات هنا عندنا في هذا الشكل أي صفات الآتية تصف بها الحيوان الذي في الصورة وهو عديم التناظر التناظر عفوا نحن عرفنا إن هذا الإسفنج هو عديم التناظر هنا عندنا في هذا الشكل يتكاثر الحيوان الذي يظهر في الصورة عن طريق إيش؟ التلحيق تلقيح الخارجي الحين من روحنا أي صفات الآتية ليس لها علاقة بالإسفنج؟ وجود أنسجة لماذا؟ لأن الإسفنج ما عنده أنسجة أي الزوجين من المفردات الآتية لا يرتبطان معا السلاسعات والشوكيات لا يرتبطان معا هنا عندنا أسئلة مفتوحة حين نروح لاختبار مقنن اختبار مقنن حدد تناظر الجسم الحيوان المبينة معروفة هذه هنا نجم البحر هذا كيف؟ يكون تناظر شعاعي أما الطائر يكون تناظر جانبي أي في النص يساعد شكل الجسم في نجم البحر على العيش في بيئته يمكنه من إيش؟ من الإمساك من الفرائس من جميع الاتجاهات أي الخصائص الآتية توجد في جميع اللاسعات أي لوامسها تحتوي على خلايا لاسعة كل اللاسعات لوامسها تكون عندها خلايا لاسعة ترجمة نانسي قنقر